اتشين شاولين وسروا سمعوا كلامه وانطلقوا معاه فعلا بس المصيبة وان كان مركب كل الفريق على جنجي جنجي صرخ فيه يا عمو يا عمو يا عمو يا عمو يا عمو يا نزل عم اي حد من العيال دي مش هينفع كده الموظفة بتقول لهم المفروض انه قد تشتغلوا زي الرسامين لازم تعودوا الاول ثلاث شهور تتعلموا الخطوط والمنحنايات بعدها تعودوا ثلاث شهور كمانا فتتعلموا الدواير المسلسات وبعد كده تبدوا ترسموا الشخصيات قول لهم مسلسات ومربعات ومنحنا وحنا الداخلين نرسم جبنا نستن حس الجبرية فين الشخصيات فين الحركات فين الطاقة وشوهوهو قولوا جهز السيف وهرم عليه فعلا اتشين شاول ما عرفش صفد السيف وقولوا ضربوا في الاخر يا خبر قولوا نصدموا وإيه اللي حصل بعد ما شفنا الاحجاث الرهيبة اللي حصلت مع وانج وسروا وسيطرت زعيم موغي على جسد لين ساب السيف في الاخرات من وانج وفريقه في الاخر وفعلا زعيم موغي غفل وانج ومسك سروا اوفي المصيبة بس المجنمة جهانج ظهرت في المكان ولمت على سروا وهي كمان فخبر وانج ادخل بسرعة وأنقذ سروا منهم وخلص عليهم في الاخر الاحداث كانت نار يا صاحبي وتاني يوم ابو تشين شاول افش ابنه بيبعد طاقته الروحية اللي بنت تعنيت يا للهول فبيقرر يعدمه عشان يطهر شرف العيلة من من هذا السيمب بس تشين شاول قال له ان البنت دي مسكينة وتعبانة ومحتر التقرة وحية دي عشان تعالج جدها المريض والمفاجأ ابو تأثر بالكلام ده تأثر فعلا وساوا في الاخر بس الصدمة البنة دي طلعت شيطانة متحولة وكانت بتلم التقرة وحية عشان تعالج زعيم موغي المفشوغ وانج وفريقه اكتشبوا عاقة البنت دي وحاولوا يبعدوا تشين شاول عنها بس تشين شان الحمار فضل اللازج فيها عيل سيمبا وليف القلب بس وانج ما استسلمش وحرروا منها في الآخر بعد فترة فيه خبر صادم ملأ المكان وهو افلاس عائلة سورو وخروجا من السوق اف طب ليه وطلع ان كل ده بسهب شيطان اتحالف مع عائلة تانج ودمر مخزن الطاقة الروحية لعائلة سورو بس عائلة سورو ما استسلمتش وقررت تبدأ من الصفر من اول وجديد لكن ابو تانج استغل لفرصة وعرض عليه المساعدة مقابل زواج تانج من سورو عائلة سورو ابلت بكده وسورو استسلمت لمصار المحتوم وابلت بالزواج ده في الآخر بس وانج وفريقه ما استسلموش ودوروا على سبب وراء افلاس عائلة سورو لحد ما اكتشفوا مكان الشيطاني لساعة عائلة تانج وخلصوا عليه في الآخر اوبا ده شكلنا هنشوف معجنة تانية يا صاحبي في الكوزيدة فترى اللي لا يحصل يا صاحبي ولولا ليس مشوفتش الاجزة اللي فاتتة ده شوف من المهم عشان تنضم لينا والصحاب ما تنساش بها تشترك وتفعل زر الجرس ويلا كده خالينا ننطلق في حكاية اليوم حكاية من اجمل رواية لتس جو الحقيقة كانت تشترك وتشترك وتشترك وانج وانج وفريقه تاني يوم وانج وفريقه راحوا في رحلة للاستوديو بيعمل افلام للانيمي يا السلام انيمي بيعمل انيمي جو انيمي واو يا اما نشوف حالات غريبة يا صاحبي المهم ودين المكان قالوهم الاسوديو ده من اكبر الاسوديوهات في المدينة وحاليا احنا شغالين على انيميين هيكسروا الدنيا حرفيا اتشين شاو تحمس فشخ هل ممكن اتفرج عليكم انتم بتشتغلوا المدير رد عليه طبعا مفيش مشكلة تعالوا ورايا اتشين شاو وباقي الطلاب راحوا معاه فعلا ومفاجأ الموظفين كانوا كحيانين فشخة صاحبي والمكان كان معكوك بالكامل واحدة من الموظفين كان بتحاول تتصل بالمخرج لكنه مكانش بيرد عليها فبتروح للمدير وتقول له ان المخرج مش موجود شكله اختفع بس المدير نفض لها وقدمها للطلاب ده هي المديرة التنفيذية للمكان وتعتبر من اهم الشخصيات اللي هنا وانج قال له تقريبا ان هي عايزة تقولك حاجة مهمة المدير سألها ايه اللي حصل الموظفة ردت عليه المخرج هرب من الاستيديو مش عارفينه وصل له المدير صرق فيها ازاي ازاي يعني مش عارفينه وصل له احنا هنبس العرض ده كمان كم يوم خلاص لازم يكون موجود الموظفة ردت عليه مش عارفة زي اختفع بس اخر مرة شفته كان بيخلص شوية شغل كده وبدأ يصرخ بشكل غريب وهرب من المكان في الاخر المدير قال له اجمعي كل الموظفين وروح يدور عليه حالة بصراحة الموظفة ردت عليه بس لو كل الموظفين هيدور عليه هميني له هيخلص الشغل هنا المدير فكر كده اه وقال له سورو والطلاب بصوا يا جماعة اليوم هو يوم حظكوا السعيد لاننا هنخليكوا تشتغلوا مخرجين للانمي الجديد عايز يستغللون باي طريقة الموظفة انصدمت يخرب بيتك يا محش المدير رد عليها ما تخفيش اغلب الشغل الاساسي خلص ودلوقتي ما فضلش غير المراجعة النهائية ودي حاجة بسيطة يعني مش محتاجة شغل كتير الموظفة انهارت من الصدمة والمدير قال لبقيت الموظفين للاسف المخرج هرب من المكان مش عارفين نوصله عشان كده عايزين نستعين بالجمهور عشان يكونوا مخرجين للانمي الجديد تشين شاو تحمس موت ودي بتكون عبارة عن صورة واحدة من كل مشهد يعني بعد كده الرسمين المحترفين يعني بياخدوا الصورة دي وبيرسموا عالد كبير من الصور بوضعيات مختلفة عشان يتجسدوا الشخصيات على الكمبيوتر صوروا فريقا باهروا من الشغل الجامد ده بس تشين شاو عمل فهن محقق وقال للرسام ان في حاجة غلط في الرسمة دي في شوية تفاصيل مش واضحة الرسام رد عليه دي مجرد رسمة اولية يا ابني وكده كده هتمر على ثلاثة اشخاص لسه لحال ما تصل للمستوى النهائي بس كده انتو عايزين اربع موظفين عشان تخلصوا رسمة واحدة ولو الرسمة اللي طلعت بايزة من بداية فده هيكون بسببك لانك اول واحد رسمتها رسمت عصب فشغ بس يلين قالت للفريق هي ليه فريمات الصورة دي قليلة يا دوبة 8 فريم في السنية تشين قال لها فعلا ايه ده مش مفوض يكون قال لحاجة 24 فريم في السنية رسمت عصب موت عايزين تشوف الـ 24 فريم هوريكو الـ 24 فريم فجأة طلع طاقمه لحوطت جسد الرسم بالكامل وبدأ يرسم بشكل مجنون التطلب انبهره من اداوه والمدير قال لهم التقنية دي اسمها فن انفجار القلب واللي بتسمع للرسام بتمرير طقط الروحية للقلم عشان يرسم بشكل سريع ودقيق صورة انبهرت من المهارة دي وقالت للمدير لو المهارة دي جامدة كده فليمش بتستخدمه على طول المدير رد عليها للأسف المهارة دي لها عيب مميت وهي انها بتأثر على القلب بشكل مباشر وممكن تدخل مستخدميها للعناية المركزة اوف للدرجات دي فجأة الرسام خلص الرسم وقع على المكتب عملت لكم المشهد الـ 24 فريم اوه صورة انبهرت من ثلاثة المشهد بس 60 شاو قال له انا لعبت ألعاب كتير قبل كده وكانت سلسلة اكتر من دي يعني ممكن تقدر تخلي المشهد ده 60 فريم في الثانية الرسم فقط على صوب الكامل وغرب من المكان بسرعة ده مجنون ده ولا ايه واحد من الموظفين قال له تشين شاو لو عايز تشوف ستين فريم تعال 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 ورايا تشين شاو راح معاه فعلا والموظف دخل على برنامج برمير وحط المشهد اللي عايز يزود فريماته والمفاجئة يا صاحبي المشهد طلع جامد فشخ المهم الطلاب انبهروا من الجمال قولين قالت للموظف مدام انتوا قادين تزود الفريمات كده فليم خليين عشان كده احنا من متعتمد على الرسمين عشان التفادي العيوب دي تشين شاو فكر كده ایمم ما انا حاسن فيه حاجة غلطنة وحركة الصورة مش عجبانة الموظف تعصب موت تاع ... تاعش escuch ... تاعش لكوا مكاني ... تعال ورن باها تعمل ايه يا وجه الظلاط إنت يله جو قال لابت يا شفين انا حاسين انطرد ببلاش انتقاداتات السنبويه لما لاش اي ستين لازمة دي تشين شاو رد عليه تمام و المدير نحاجكه معاهم جولة. بس لو في عندك اي تعليق على شغله ياريت تقوله للموظفة يعني. الموظفة مسكت في المدير. ابوس ايدك. ابوس ايدك يعني بلاش تخليم يقوله اي حاجة تاني. وإلا خسرنا كل موظفينا. رد عليها فعلا. كلامك صح. بس فجأة بدأوا يلعبوا وفصلوا فيشت الكمبيوتر بالغلط. العجوز انصدم لان شغله كله راح بدون ما يتحفز. جحيم ده صحبي. جحيم بمعنى الكلمة. العجوز جمت مكانه. صح من الصدمة. فجأة شكل المكان اتغير بالكامل. والالوان راحت منه. ودأوا وإن اللي حصل. الموظفة فقدت الامل. خلاص. اغلب موظفين هربوا من المكان. وشغلونا باص بالكامل. تشين شاو هداها. لا 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 تقلقي. احنا موجودين. وبتاع. وهنغطي مكان العمال. اللي هربوا يعني. الموظفة مستغربة. انتبتوا ليه يا عم انت. تشين شاو رد عليها ما تخفيش. احنا صعب موت. وبيحتاج لسنين وسنين وسنين من الخبرة. عشان تقدر تتقنه بشكل كويس. الموديل قطحها. احنا بدأنا شغلنا من الصفر. وكنا زي يوم بالظبط. لكننا قدرنا نطور من نفسنا بعد ما اخدنا فرصتنا. عشان كده هم لازم ياخدوا فرصتهم برضو. الموظفة قالت له تمام. اما نشوف بقى هيعملوا ايه. وفعلا تشين شاو فريقه راحوا على المكاتب. والموظفة بدأت تشرح لهم الشغل. كل واحد فيك وعنده قلم وجهاز قدامه. وفي رسمة في الدفتر. المهم مهمتكم دلوقتي هي نقل الرسمة دي على الجهاز. اتشي جاو بص كده على الدفتر وانصدم. ايش خربيش الفراخ دي. الموظفة ردت عليه هي دي الرسمات. عاجبك ولا مش عاجبك. المفهود اصلا تجسدوه على الكمبيوتر. قو صرخ فيها. ازاي نجسد خربيش فراخ دي. دي مجرد خطوط ودواهر. الموظفة ردت عليه الرسمات دي ابتدي كده من المخرجين. وشغلوكو هو تعديلها. لحد ما تصير واقعية. قوي بيصيح. تعديل. تادي ليش? بس الرسمة عايزة حرق ورسم من جديد. الموظفة ردت عليه. مش مشكلتي. اتصرفوا بقى انتم اه? الطلاب لقوا رسومات قديمة على الجهاز. وبدأوا يرسموا زيها بالزبط. بس الموضوع بتلقى صعب موت يا صاحبي. الموظفة بتقول لهم المفهود انك تشتغلوا زي الرسمين. لازم تعودوا الاول ثلاث شهور وتتعلموا الخطوط و المنحنيات. بعد ذات تعودوا ثلاث شهور كمان هتت تعلموا الدباير و المسلسات. وبعد كده هتبدأوا ترسموا الشخصيات. بتدعوا مشudoت이라는 منحنيات ومربعات ومنحنيات. واحنا الداخلين نرسم جبنة نستن. بابا سوى الجبرية فين الشخصيات فين الحركات فين الطاقة الوووو. وشووووو. صوروا فصلة وعد على المكتب. بس وانج استخدم تعويذة التنوير. وخلا كل الاقلام ترسم مكان الطلاب. اوفي الا القابة. الطلاب انبهر من قوة وانج وانج قدر يخلص كل رسومات في الآخر بعد فترة الموظفة ودت رسومات الطلاب لمشرفة للتعديل واللي بتعمل التعديل الأخير يعني على الصور المشرفة بسط على الرسومات كده ومساحتهم من الجهاز اتشين صرخ فيها يخرب بيت اتعملت ايه المشرفة بترد عليه دي مجرد خربيش فراخ مش اكتر مستحيلة خليها على جهازي الطلاب انصدوا من كلامها ودخلوا في حالة احباط بالكامل جنجي قال لوانج الحى ده في مصيبة في مصيبة حصلت تقتل عالم الروحية نقصت بشكل كبير والعالم هيتدمر بالكامل فجأة وانج لقى نفسه في الاستدوى الحقيقي اللي بيعمل الانمي وات هو اللي بيحصل هنا وانج راح لواحدة من الموظفين وسألها عن مكان المخرج الموظفة شاورت كده على مكان المخرج وانج راح ليه فعلا لكنه لقاه عمال يلعب ألحاب غريبة وانج ضربه كده وخلاه يرجع على شغله من جديد المخرج يرجع على شغله فعلا وبدأ يدي الأوامر للموظفين الموظفين يرجعوا لما مكانهم والعالم بدأ يتحسن من جديد يا سلام وطلع ان كل ده كان زيارة للاستدوى الحقيقي واللي بيعمل الانمي وات 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 انا انا مش فهم حاجة انمي خريب والله ولا بيحصل ثاني يوم مسابقة السيوف الروحية بدأت ومقدم المسابقة بدأ يقدم الحكام اولا معنا المعلم الاسطوري واللي انقذ مدينتنا من الضفضع الشيطاني من 10 سنين ثانيا عندنا المعلمة شيء واللي تعتبر من افضل المعلمين في المدينة ثالثا عندنا افضل عارضات سيوف في المدينة لينجن وهانسر لينجن وهانسر دخلوا القاعة بشكل اسطوري كل الحضور انبهروا من جمالهم لينجن وهانسر قالوا للتلفزيون العرض ده يكون عن جمال السيوف الروحية وطريقة عرض صاحبها ليها مقدم المسابقة كم المكانه في جائزة اسطورية لأفضل واحد من الجماهير المتفاعلين والجائزة دي عبارة عن تذكرتين لزيارة محطة هواش الفضائية الجماهير انهملوا بك على الجائزة ومقدم المسابقة نادى على اول متسابق اولا عندنا وريثة شركة الشلالات المائية رحبوا معانا بسرو سرو دخلت الحلبة وقدمت نفسها للحكام بس فجأة في شخص كان برئبا من بعيد وطلع الشيطان ريتشمان اللي ساعد عائلة تنج يا خبر ده شكل انه يعمل مصايب هنا كمان ابنرجع على سرو واللي قالت للحكام اليوم هاقدم لكم عرض اسطوري هاي لحس دماغ ابوكو ودماغ الجمهور بالكامل المهم جو قال له ممتاز وريني العرض بتاعك سرو بدأت العرض فعلا واطلقت سيوف روحية بعادة كبير في المسرح الجماهير انبهروا من جمال السيوف وسرو فضلت تحرك في السيوف يمين شمال فوق تحت بشكل مذهل واطلقتهم فوق المسرح مرة واحدة الحكام كلهم انبهروا من اداها بس فجأة ريتش مان ضحك ضحك خبيثة وفعل تعويضة غريبة اثرت على سيوف سرو يا خبر سرو حاولت تنزل السيوف بس السيوف خرجت عن السيطرة ملا بدتش تنزل الجمهور خدوا بالهم ان في حاجة غلب في حاجة غريبة بتحصل بس فجأة سيوف سرو نزلت على الحكام وكانت تأذيهم يا خبر ده مصيبة زوجت حرك بسرعة وانخذ الحكام في اخر اللحظة سرو كانت مصدومة يا كمان مش فهم ايه اللي حصل ليها بس جاءوا عتبها المفروض انك تعرفي ماذا قويتك يعني في التحكم ولا هتعرض حياتي الناس للخطر سرو انكسفت على الاخر واتقسمت ليهم وطلعت من المسرعة وهي مكسوفة الجمهور فضلوا يتريعوا عليها ووانجولين راحوا يواسوها انتي مرت بفترة صعبة اليومين اللي فاتوا واكيد ده اثر على ايديك سرو قالت لهم مش عارفة ايه اللي حصل لكن السيف خرجت عن سيطرتي مرة واحدة لاني قالت لها ابعاتي سيفك ده ليه في مركز الصيانة وانا هضبط ليك يعني سرو رادت عليها تمام ورجعت لما كان الجماهير في الاخر في الوقت ده في محطة الاذاعة لاحظوا ارتفاع جامد في عدد مشاهدين برنامج السيوف السحرية او الروحية يعني فبتقولوا المقدم دخل المنافستين بسرعة دخلوا قبل ما نخسل الجمهور ده بالذات المقدم قال الجماهير أسفين على الحصل من شوية لكننا هنكمل في مسابقتنا عادي والمتسابقين التانين هما تشين شاو مياو السيمب وجو تشين شاو وجو دخلوا للمسرح وقدموا نفسهم للحكام عرضنا النهاردة هيكون عرض استثنائي لاننا هنهدي لصاحبتنا اللي مرت بدغوطات كتيرة لفترة اللي فاتت صروا صروا تأثرت جامد بكلامهم تشين شاو وجو شرحوا عرضهم للحكام عرضنا هيكون خدعة امساك السيف الروحي باليد المعلمة شي استهزأت بهم امساك السيف انتو فاكرين عايشين في غابات السفانة الخلعة دي انقرضت من زمان مفيش احد بيعملها دلوقتي او بيستخدمها حتى تشين شاو رد على ما تخفيش احنا عبدنا على الخدعة دي وهننفذها بدون ما نتشوف الجمهير يتحمس وموت تشين شاو استخدم طاقت الروحية وطلع دراعات عملاقة عشان تساعدوا جو سألوا جاهز تشين شاو رد عليه ايوه يلا هجمنا بسرعة جو جاهز السيف وهدم عليه فعلا بس فجأة ريتشمان فعل التعويذة ثانية وثبت تشين شاو مكانه يا لهوي تشين شاو ما عرفش صد السيف وجو ضربوا في الاخر يا خبر جون صدموا وإيه اللي حصل وسحب تشين شاو بسرعة برا المسرح جوز مهبيل والله في الناحية الثانية مشاهدة البرنامج وصلت لفوق الربع مليار مشاهدة يا خبر عبال الفيديو ده يا صاحبي اوه كلها احلام واماني هنعمل ايه المهم ريتشمان كان برائب كل اللي بيحصل من بعيد كان مستني المشاهدات تزيد اكتر واكتر عشان يستولي على الطاقة الروحية اللي بتني منها يا خبر ده شكل محضر للمصيب الخبيث ده بنجي على المسابقة المذيع اعتدل للجماهير اسفين على المهزلة اللي شفتوها من شوية يعني بس ان شاء الله العرض الجاي هيكون افضل هيعوض عن كل اللي فات رحبوا معانا بالمتسابقة اشياو مياو اشياو دخلت الحلبة واطلقت سيفها الروحية في كل مكان الجماهير والحكام من بعره موت من اداءها وشي فضل تتفاخر بدا وتقول ده هو المتوقع من طلاب مدرستنا على عكس الطلاب الخريانين اللي بووز المسابعة علينا صروا ما كانتش معنا اصلا وجوه جاب تشين وقعدوا جنبه كده وصروا وسألته هو تشين كويس ولا موخه فصل ولا مات ولا انزامه جوه رد عليه ما تخفيش تشين شاو ده راسه شبه الطوبة زلطة ما بتتأثرش بها حالة ضربة خفيفة زي دي مش هتأثر فيه اصلا فجأة تشين شاو فا انتم مينة دي معا احنا فانو فان ماما المدماغوا بازت يا صحبي خربت خالص اكتر ما يخربان لأصلا صروا لاحظت اني وانج ولين اختفوا من المكان فجأة مقدم المسابعة قال الجمهور دلوقتي معانا المتسابق الرابع والاخير راحبوا معانا بالمتسابق لين شو لين دخلت المسرح بس كانت لبسة لبس غريب الجماهير انبهروا من جمالها لين زحبت سيفة وبدأت ترؤس بشكل مذهل الجماهير انبهروا من جمالها ولمفضلت ترؤس بكل سلاسة طلعت شجرة عملاقة في نص مسرح الجماهير اتحمسوا فشخ وفضلوا يهتفوا ليها بكل حماس لين حركت سيفة كده وولعت في الشجرة وات الجماهير مصدومين هو ايه اللي بيحصل بس كل ده كان جزء من العرض في الناحية التانية عدد المشاهدات بعد المسابقة عدد النص مليار يا صاحبي وريد شمان استخدم تعويضة تانية وخرب العرض على لين يخرب الدماغك يا عيش اي عمد انت شيطان يا اخي لين حاولت تطف النار بس السحرها مش بيستجيب اوفي المصيبة لين انصدمت اوفي دا تحرك في سيفها انطفي يا اخي اطفي بقى ابو سيدك اطفي اوف بس بدون اي فايدة اتشين شاو جو لحظوا ان في حاجة غلط في حاجة غريبة بتحصل شكل في مصيبة شكل في مصيبة فعلا بس فجأة غصن الشجرة كان هيو على لين لكن سرو اتحركت بسرعة واستخدمت سحرها المائي عشان تطف الشجرة اوفي الانقاذ لين كملت عرضها وطلعت اغصان جديدة على الشجرة المحروقة يعني اما سرو استخدمت سحرها المائي وعملت نهر صغير حوالين الشجرة الحكام انبهروا من جمال المنظر والجمال سقفوا بكل حرارة سرو لين حي الجمهور وشكرهم على تجيحهم الاسطوري بس فجأة ريتشمان الضيضة ظهر في المكان واطلق تعويذة سحرية سيطرت على العالم بالكامل يا لهوي هو ايه اللي حصل هنا وطلع ان كل ده لان ريتشمان ده استغلت طاقة الروحية اللي جات من مشاهدات البرنامج واستخدمها عشان يعزز تعويذته الروحية للسيطرة على البشر يا نهارس ريتشمان ضحك بكل جنون كده البشرية كلها بقت تحت سيطرتي وتقتم الروحية هتكون لية بس فجأة لينو سرو سألوا انت مين يا ست ريتشمان انصدم وطلع ان لينو سرو ما ويعوش تحت تأثيره اصلا فجأة وانج ظهر في المكان وقال لريتشمان تعويذتك بغضت خلاص مفيش اي حد وقع تحت تأثيرها ريتشمان انصدم ازاي? ازاي عملت كده? وانج رد عليه بسيطة كل اللي عملته هو ان هو تحريك بس مكان التعويذة كم متر كده على جنب وخلتها تحت سرو وبكده فالتعويذة تطبقت على سرو مش عليك ريتشمان انصدم تعصب جامد واطلق العنال لقوته الشيطانية بس فجأة مقدم المسابقة ظهر قدامه وضرب بوكس طياره في السماء ولك انه موجود سرو شكرت المقدم على المساعدة بس ينحذراتي خلي بالك لان فعالة غريبة هنا فجأة المقدم بصلهم بنظرة مرعبة وكل الجماهير بدأوا يقربوا عليهم بشكل مرعب ويلا بيحصل يا جماعة بدون تحولوا له زومبي ولا ايه صاروا فضة تترقع في صباحها كده عشان تلغي التعويذة تلغي بقى يلغي بقولك بس ما فيش فايدة بدون اي فايدة قال لين انا تلاقي للأسف تعويذة بتاعة التحكم دي ممزوجة بقوة شيطانية وكل الناس لو اقعوا تحت تأثيرها مش هيرجعوا لطبعيتهم بسهولة يا خبر من مصيبة لمصيبة يا صاحبي في الوقت ده المجرمة جيانج كانت محبوسة في سجن المدرسة وفي حراس كتير كانوا بيرقبوها الجيانج طلبت منهم تروعي الحمام بس الحارس استهزة بيها حيلك الرخيصة دي مش تتمشي علينا احنا برضو اسكياء فاهمين الدنيا ماشي ازاي مستعين نخليك تهروم من هنا بس فجأة تعويذة الشيطان دارت في المكان وجمدت الحراس بالكامل يالا خوي بس سجن جيانج حماها من التأثير التعويذة فجيانج استغلت الفرصة عشان تهرب يالا خلي المصايب تكتر يا برو بنرجع بقى لسورو ولين ووانجي كمان واللي هاربوا من الزومبي لشوارع المدينة لنقلت لهم محدش يعمل اي صوت وإلا الزومبي سمعونا فجأة واحد من الزومبي صورهم ونزل صورتهم على النيت وات حتى الزومبي كمان الزومبي شافوا الصورة وقفشوهم في الآخر يالا هو ايه التطور الرهيب ده يا عم ده التطور الرهيب حصل للزومبي صار برفعه صور على الفيسبوك وعلى تويتر وانجي تحرك بسرعة وهرب من المكان بس الزومبي فضله وراه جينجي قاله انت ممكن تستخدم تعويض للنسيان وتفك تأثير التعويذة دي صح ولا ايه وانجي رد عليه لأسف ده مش هينفع لان التعويذة دي هتأثر على الناس الأغبية وهتدمر أدمغتهم بالكامل فجأة لينصروا ووصلوا لمكان مسدود وانجي استخدم جينجي بسرعة وطار بيهم في السماء لان انبهرت من قوة وانج مين كان يتخيل ان نسافك الفيسبس ده يقدر يشيل تلاتة عليه بس في الحقيقة جينج كان ميت أصلا طائر بيهم بالعابية يا دوب بتحرك المهم وانجي اخذ لينصروا الى سطح المبنى وفضله يفكروا في طريقة عشان يكسروا بيها التعويذة بس فجأة الزومبي بدأ يتسلقوا المبنى زي النمل بالزبط وات دوب بقوا عملي زي الافلام يا صحبي المهم صروا فقدت الامل خلاص وجينجي قال لوانج ايه رايك تستخدم قوتي وتوقع جدهم بالكامل وانج رد عليه اسكوت يا عمي سيبنا فكر شوية يا اخي فجأة طار في المكان وتحول لده فلاش حرفيا طار بسرعة البرق فوق المبنى لانو صروا مصدمين بس صرخ بأعلى صوته صروا انا بحبك بس صروا بتقول له يا اخي حل عني يا براس هي نكساك دلوقتي ما فيش اي حد بحبك اصلا اتشين شاو وجع على الارض من الصدمة وفاج من التعويزة في الاخر وات دينو صروا مصدمين بس لين استنتاج الستنجاج غريب اكيد التعويزة دي انكسرت لان تشين شاو وجع على راسه جامد راسه اصلا كانت مربعة صارت مسطحة دي الوقت بس ان نظريات الخريالة دي المهم وانج قال لها لا طبعا مستحيل يكون كده مستحيل يكون السبب شين شاو فضل يخبط صدره من الالم صروا استنجاج تاني بين كده ان كلامي اثر فيه وكسر التعويزة وانجرد عليها فعلا ممكن ده يكون سبب المهم صروا راحت ناعة الزومبي وصرخت فيهم بقى على صوتها مش بحب اي واحد فيكو يشوية مقرفين وبتاع الزومبي انصدبوا من كلامها وتحرروا من التعويزة في الاخر وات ايه الهامل ده يا عم المهم شاو قال لصروا ممتاز كده لازم تصرخي بقى في كل مكان عشان تحرر كل الناس المتحولين اللي اردت عليها من الاسر ده مش هينفعل العالم كله تأثر بالتعويزة بس فيه حال تاني وهو اننا نستخدم النت عشان نضيع كلامها في كل مكان وبكده كل الناس هتتحرر مرة واحدة بسرقة لها بالضبط ده فكرة ممتازة هنبتع بث مباشر دلوقتي بس فجأة لقوا الشبكة واعة اصلا قاطعة يا صاحب مش شغالة اف ايه النحس ده يا برو فجأة المجرمة جيانج ظهرت فوق برج الاتصالات وصرقت فيهم مش هسيبكوا تستخدموا البرج ده غل ما تسلموني سورو عشان انتقم منها يا خبر يا ناس مصايب سورو فريقك كانوا سمعينها بتقول لشونجو شونجو لان المسافة كانت بعيدة خالص كانت بعيدة موتة صاحب سمعين اي حالة غير نهوشة المهم فجأة نيزك عملاق ظهر فوق جيانج سورو فريقها صرخوا فيها خلي بالك في نيزك في نيزك فوق بس جيانج ما كانت سمع اي حاجة فجأة جيانج بسط فيها كده وشافت النيزك ولكن بعد فوقت الاواني صاحبي النيزك نزل عليها زي الصاعقة بوم نسافة مع برج الاتصالات بالكامل يا خبر المهم وانجو استخدم تعويضه على عينه وشاف الشيطان ريتشي مان واقف على نيزك في الفضاء وطلع هو لرمى النيزك ده عليهم يخرب بيتك يا اخي حتى وانت في الفضاء مش سايب الناس في حالها سورو فقرة الامل خلاص برج الاتصالات اتدمر بالكامل ما فيش اي طريقة تانية عشان نبث بيها اي حاجة اتشين شاورد عليه بسيطة ممكن نلاقي برج الاتصالات تاني ونستخدمها عشان نبث سورو رادت عليه للأسف ده مش هيحسن لان عيلتي هي اللي بنت البرج ده وقرب برج تاني بيل علينا بتلات تلاف كيلو متر يعني كتير ايام اسهب بيعي اخي عشان نوصله وانجل لها في بصي في محطة تلفزيون في الفضاء واحنا ممكن نستخدمها اتشين قال له اوف فعلا في محطة هناك بس ازاي انا وصلها يا براس انت وانجل راد عليه بسيطة سيمباوي وطلع تذكرتين للذهاب لهناك وات اتشين نصطب ازاي جيبت تتذكر دي وانجل راد عليه من وسابق السيوف يا عم الزكية انت عاد بس تسمب على جنب احنا واحنا عادين ايه نكسها بجوائز ها 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 ويلا على محرط الفضاء بسرعة اتشين شاولين وسروا سمعوا كلامه وانطلقوا معاه فعلا بس المصيبة وانجل كان مركب كل الفريق على جنجي جنجي صرخ فيه يا عم يا وانجل بيت تتفكر انه حمار تاكسي عن جدك انا يا عمنا نزل احنا اي حد من العيال دي مش هينفع كده وانجل راد عليه ها دي لك كسين اندومي لو وصلنا لناك بسرعة جنجي صدب واه بجد وانطلق بسرعة مجنونة للمحطة نعم يا صاحبه انه جنون الاندومي المهم فجأة الزومبي لحقوهم لمكان المحطة وحواطوهم من كل مكان اتشين شاو ولين قالوا لوانج وسروا احنا هنعطلهم هنا لحد ما تنطلقوا في الفضاء سروا رادت عليهم لا مستحين نسيبكوا هنا اتشين شاو قال لها كده كده انتوا معاك وتذكرتين يعني بس واحنا مش هنقدر نجي معاكو اساسا سروا اقتلعت بكلامه فعلا وراحت مع وانج في الاخر اتشين شاو ولين هارم على الزومبي وفضلوا يدمروا فيهم بكل قوتهم في الناحية التانية سروا و وانج دخلوا للمحطة وركبوا القطار بسرعة الزومبي وفضلوا وراهم فضوا وراهم على طول حاولوا يقتحم القطار بس القطار يتحرك وانطلق في السماء بسرعة مهولة سروا مصدومة مش مستدقة انها بقت مع وانج الخينا بس فجأة وانج قال لها على حاجة كنت عايزة اقول هالك سروا اتحمست موت قول يا اخوي انا سمعاك ده اللي انت كنت عايز تقول هولي من الاول وانج رد عليها ايود كنت فاكرة اي اعني مش فاهم وكده تشين شاو ولين كانوا ممكن يجوا معانا اصلا بدلا ما يوعده الزومبي لحالهم وانج دمر السمبوية حرفيا فرمهم فرم الكون كان مستني كلمة حلوة بتاع بس لأ بوف ملك السيجما يا صاحبي في الوله ده تشين شاو ولين كانوا مرميين على الارض وطلع ان الزومبي مهجموش عليهم اصلا وفضلوا مكملين باتجاه سروا للااتصال رجع التاني سروا برقات بثال العالم وفضلت طورة طرت بالكلام انا هي سروا وريسة شركة شلالات المياه الشهيرة عشت حياتي في دلع وملع لحد ما انضمت لمدرسة جرة وحية وقابلت هناك اعز الشخص في حياتي عشان كده انا بيش بحب اي حد فيكو خالص لانا بحب شخص واحد بس يا سلام اي خرط فاي زرط ده وعت حب يا بنتي القس البشر بصال الناس بتموت المهم الناس اتاثروا بكلامة جامد مش عارف ازاي المهم وما كنوش فاهمين نصه بس اتحرروا من التعويزة وخلاص انا عشان الكاتب عايز كده وفعلا الناس اتحررت بس فجأة نيزك عملاق كلمتجة ناحية الارض وطلع ان الشيطان ريتشمان قرر ينتحر ويدمر الكوكب معه بالكامل يا لهوي ريتشمان ده نهبل حرفيا بس وان كالعادة رمى سيف الروح على نيزك وفجر جده بالكامل فالناس انتبهروا من شضايا النيزك المطايرة في السماء ووانج ادى لسره وكيس اندومه في الآخر يا سلامي الحب يا اخي حب عبيض المهم بنكتشف حقيقة اللي حصل وان ريتشمان قال لزعيم الشيطان ان اخطر شخص علينا دلوقتي هو وانج مش سره عشان كده عايز الاذن منك لتدمير كوكب الارض ومحه من الوجود بالكامل المستشار صرخ فيه احنا عايزين كوكب الارض عشان نسرق طاقته الروحية وانطلق بنيزك العملاق باتجاه الارض بس وانج تصدى ليه بسهولة ودمر جده قبل ما يعمل اي حاجة ملك الشياطين تعصف فشخ وصرخ في المستشار فعل سجن الابعاد بسرعة اطلق جيش الشياطين باتجاه الارض يا لهوي المستشار سمع كلامه فعلا وفعل التعويضة في الآخر فجأة وانج وصروا ولاقوا المكان يتغير بالكامل ومنظرهم بقى غريب موت يا صاحبي وانج لاحظ ان كوكب الارض ما تغيرش زيهم وبين كده انهم وقعوا تحت تأثير بتعويضة غريبة مجهولة المصدر يا لهوي دي باصل في الوقت ده الشياطين بدأت تغزي العالم البشري زعماء العالم عملوا اجتماع طارق عشان يحطوا خطة للدفاع ضد الغزو ده زعيم كندا صرخ في زعيم الهند قلتلك قلتلك ان الشياطين تسللوا بيننا وحاليا بدأوا هجومهم خلاص زعيم الهند رد عليه بسيطة ابعثوا جيش النجوم السبع عشان يتصدوا ليهم جورد عليه لأسف جيش النجوم مشغولين باخلاء المواطنين من المدينة ومش يقدروا يتصدوا للغزو ده زعيم كندا صرخ فيه عصد كندا تهزمنا ولا ايه جورد عليه ما تخافش عنده خطة هتصد الغزو بالكامل زعيم الهند صرخ فيه قلنا الخطة دي بسرعة انجز انطق جورد عليه من ثلاث شهور مدرسيتنا عملت اختبار لاطلاق القوة الروحية واسناء الاختبار ده في طاقة روحية مجنونة تسببت في حدوث عاصفة عملاقة غرضت المدينة بالكامل واحنا ممكن نستغل العاصفة دي ونصد هجوم الشيطين بس الاول لازم نلاقي شخص بيمتلق قوة روحية كافية لإحداثها وافضل شخص لكده هو الزعيم بس للأسف الزعيم اختفى من بعد الاجتماع الاخير ما فيش اي حد قدر يوصله اصلا زعيم الهند صرخ فيه سياك من الزعيم الخريان ده بيش اي حد شافه اصلا ولا يعرف عنه اي حاجة ولو عايزين شخص بيمتلق طاقة روحية كبيرة فانا هو الشخص ده وقال له بس انت عدوسك احيان مش لدي تعمل اي تفة حتى من قوة الزعيم زعيم الهند صرخ فيه اي شرص واديني لمكان الاختبار بسرعة هوريك من العدوس سعيتها بنرجع بقى لسورو واللي اطلقت صفها الروحي عشان تعرف مدى عمق الممر اللي قدامهم بس الصدمة صفها الروحي ده رجع تاني للمكان من الاتجاه المعاكس يا خبر سورو قلت له وانج بين كده نحنا تحبسنا في سجن ملوش اي نهاية ومش هنقدر نطلع منه لو مشينا في الاتجاهات دي وانج رد عليها بسيطة هنعمل مخرج لينا من الجمب سورو انصدمت من الجمب الجمب ازاي يعني بس احنا بنص الفضاء يا ابني هنموت من قلة الاكسودين اصلا وانج حوطت بغلاف من الطاقة ما تخفيش الغلاف ده هيحمك من الفضاء وفعلا وانج ضرب الحيطة وعمل حفرة كبيرة على الجمب بس الصدمة الحفرة فضل تتكرر بعدل كبير يا صاحبي وما كانش لها اي نهاية يا خبر وانج قال له سورو بين كده نحنا تحبسنا في سجن ثلاثي الابعاد ولو جنج معاه دلوقتي هقدر اكسره بالسولة بس لأسف انا لم يتو على ريتش مان من شوية في الوقت ده جنج كان طايف الفضاء ومش قادر يعمل اي حاجة ولا يحدد مكان وانج حتى عشان يرجع له بنرجع لازعام الشيطين واللي قال للمستشار ممتاز كده حبسنا اكبر خطر علينا في السجن الابعاد وما فيش اي حد هيقدر يمنعنا من غزو عالم البشر دلوقتي المستشار رد عليه فعلا ما فيش اي حد قدر يكسر السجن ده قبل كده ومستحيل البشر ده يقدر يهرب منه اساسا ينهارسي هذا شكل احدا ستولع جاية من الصحبي اسناء كل ده جيش عملاق من الشيطين بدأ بغزو كوكب الارض وشيطان عملاق فضل يهجم على المدنيين بشكل مجنون المعلم جو يتصدى لي وخلا يلحقوا باتجاه مكان الاختبار اما الفرسان حاولوا يخلوا المدنيين تحت الارض بعيد عن الدمار وصافيرات الانذار انتشرت في المكان انتشرت في العالم على جميع المواطنين التوجه للانفق فورا والملاجئ في اسرع وقت ابو وانج جهز نفسه كده وقال لمراته يلا عشان يستخبه بسرعة المراته ردت عليه طب بس وانج وانج مش موجود وشكله يتبسك من الشياطين ابو وانج رد عليها ده وانج يا ستي احنا المفوض نخف على الشياطين من وانج مش علينا امراته ردت عليه فعلا كلامك صح وراحت معا في الاخر في الوقت ده سلو فقرت الامل في الخروج من السجن حتى لو اطلعنا من هنا فالشياطين بدأت غزوها خلاص وكوكب الارض بدأ يتدمر بالكامل وانج قال لها ما تخفيش انا قدرت اوصل للنظام التحكم خلاص سلو مستغربة نظام التحكم اصد كيب كده وانج طرقع صباعه في الهواء والمكان تغير بالكامل وات سلو صدمت تعملت كده ازاي وانج رد عليها بسيطة انا غييت شوية اعلانات ورفعت جودة رسمنا لأحل حاجة يا سلام تخيال كده يا صاحبي بطل الانيمي من قوته بدأ يتحكم في الانيمي برسم جو الانيمي يا خبر حاجة غريبة والله فجأة وانج لمح بوابة غريبة ظهرت في الارض والصدمة على دهائل من التنانية الشيطانية بدأ تطلع منها يا خبر جون صدمه مش عافي عمل ايه بس فجأة زعيم الهند ظهر في المكان وفعل طاقة الروحية مكان الاختبار وطاقة مرعبة حواطت جسده بالكامل سحاب عملاق غطت السماء بالكامل الشياطين مصدوموا مش فهم ايه اللي بيحصل بس زعيم الهند اطلق طاقة الروحية ومسح جدهم بالكامل وفي الاحداث فجأة الشيطان العملاق هرم عنيه وحاول يوقف تعويسه بس جوه الفرسان حموه وعزز طاقة الروحية وطاقة اسطورية ظهرت في المكان وخلصت على الشيطان العملاق في الاخر وانج كان شايف كل اللي حصل وحاس ان فيه مصيبة جاية فجأة دائرة عملاقة غطت السماء بالكامل ونيزك شيطاني نزل منها يا لهوي الناس اترحبت وهربت من المكان بسرعة بس زعيم الهند استجمع كل قويته وحاول يسد النيزك ده بجسمه ماذا؟ زعيم الشيطان استهزأ به ده مجرد نيزك واحد أيها الحشرات ودلوقت هتشوفه النيازك الحقيقية فجأة على الدهاء المهوهل من الدوائر نزلت من السماء ونيازك شيطانية نزلت منها بأعداد مهولة يا صحبي يا خبر العالم انتهى خلاص يا صحبي مفيش اي امل للنجاح زعيم الهند حاول يوقف النيزك بس فيه نيزك تاني ضرب النيزك الاول وفشخ زعيم الهند بالكامل يا سلام ده نفس اللي حصل مع كاجي قرية الصخر بالضبط كومي بيست من ناروتو حرفيا الصين ما سبتش اي حاجة غير وقلدتها فجأة عاند هائل من التنانين طلع من النيازك وانتشر في كل مكان في الارض يا خبر ده خلاص الدنيا خلصت جوا فقد الامل خلاص واستسلم المصير المحتوم الموت بس في الوقت ده سلون صدت من اللي حصل خلاص كل حكا انتهت العالم اتدمر بالكامل وانج رد عليها لا لسه في فرصة قدامنا سلون ردت عليها طب ازاي بس احنا جربنا كل حاجة ما فيش اي حاجة نفعل فجأة وانج خلع مرايا من الحيطة وحطاها على جنب سلو مستغربة انت خلعت المرايا دي ليه بس وانج رد عليها صورتنا في المرايا شبه صورنا في الحاجز البعدي عشان كده احنا ممكن نكسل الحاجز باستخدامها سلو لسه مش فهم حاجة بس وانج جاب مرايا كده تانية وقال لها مسك دي وسبتها قدامي سلو سمعت كلامه فعلا وحطت المرايا قدامه فجأة وانج بدأ اشاع بشكل غريب والحاجز السحري بدأ انكسر فعلا المستشار حاول يلحق الحاجز بس بدون اي فايدة الحاجز السحري ما قدرش يستحمل ذكاء وانج واتدمر بالكامل يا صاحبي وانج وصورو اتحرروا منه اخيرا وصورو فرحة فشخ عملناها اخيرا ادني نتحرر من الحاجز وانج قال لها خليك هنا دلوقتي عمل ما انقذ العالم من الغزل بس انت لو راح دلوقتي الناس ممكن يشوفوك ويكتشفوا حقيقتك وانج رد عليها بش مهم العالم قرب يتدمر خلاص ولازم انقذه حالا سرقاته تمام وانج انطلق باقصى سرعته باتجاه الارض في الورد ده الناسك الشيطانية قربت تدك الارض بالكامل بس في اخر اللحظة وانج ظهر في المكان ودمر نيزك منها بالسهولة جو شاف وحسب امل اخيرا اخيرا هنننقذ البشر اما الاخبار انتشرت في كل مكان ان في شخص غريب ظهر من العدم وبدأ ينقذ العالم بالكامل من النيازك الشيطانية وانج جهز نفسه عشان يدمر بقية النيازك بس فجأة بنت غريبة ظهرت وراء وطلعت لين وات وانج مصدوم مش فهم اين بيحصل بس لين اخذته واختفت من المكان جو فقد الامل تاني احزان يا صاحبي بعد فترة لين حكت لوانج عن مضيها وانه زمان لما كانت صغيرة كانت ضرب مع ابوها ابوها قال لها ركزي كل طاقتك في المكان واحد وحاولي تحفظ عليها لوقاته طويل لين جمعت طاقتها فعلا ولكنها فقدت السيطان عليها في الاخر ابوها قال لها ما تخفيش انت لسه صغيرة ولتعلمي طريقة التحكم بتطاقتك في الاخر لين ردت عليها كل صحابي يدروا يتحكموا بتطاقتهم وبيزيروا اجنحتهم بالسحرية كمان بس انا مجرد ضعيفة ومش قادر اعمل زيهم ابوها رد عليها انا قدرت اظهر اجنحتي بعد ما كملت العشر سنين وانت لسه صغيرة وقدامك وقت لحابة نتعلمي فجأة زلزال غريب ضرب المكان وكل المخلوقات اترعبت منه لين بصت كده والصدمة جيش الشياطين ضر في المكان وبدأوا غزو الكوكب بالكامل يا لهوي ابو لين فتح بوابة سحرية بسرعة ورمى بنته منها ينهري السوح وطلع ان لين وصلت للعالم البشري وفي واحدة من البشر لقاتها مرمية على الارض طلعت هي اسفها الروح اللي عاشت معاها اتنرجع للحاطر لين قالت لها وانج دي كانت قصة غزو عالم الشياطين لعالمي وبالاسف الغزو نجح فعلا وعالمي تدمر خلاص لين ده هو مبدأ زعم الشياطين وهو غزو الضعيف والسيطرة على طاقته الروحية وانج قالها طيب لم حدش قاوم الغزو ده من الاساس كان المفروض تصدوا ليهم وتردعوهم بكل قوتكو لين رأنت عليه بستهداء نتصدى ليهم ده شكلك ما تعرفش زعم الشياطين ما تعرفش انه غزة كم كوكب قبلنا ده غزة الاف الكواكب حرفية وكوكب كأحيان زي كوكوبك مش هعمل اي حاجة وصادة يعني تلاك انت استسلم وتقرى الفاتح عليه خلاص وانج رد عليها احنا قدنا نتصدى ليهم من عشر سنين وكيد هنقدر نتصدى ليهم تاني من اول وجديد اللي نردت عليه هتفهم كلام لما تقابل زعم الشياطين بنفسك وانج استغرب زعم الشياطين زعم الشياطين زعم الشياطين هاتيه اللي ردت عليه ايو 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 احنا رحل يد الوقت يخبر سداد دي ولا ايه في الوقت ده النيازك الشيطانية كانت بتقرب باتجاه الارض الناس يترعبوا وفقد الامل في النجاة بس فجأة اشعار غريب ظهر في كل التلفونات والمفاجأة صروا فتحت بث مباشر وبدأت تتكلب احنا حاليا في لحظة حاسمة لان جيش الشياطين بدأ يغزو عالمنا وادروا يسيطروا ويدمروا جيش النجوم السبعة بالكامل لكننا مش هنفقد الامل وهنقاتل لحد اخر نفس يا سلام الناس اتأثروا جامل بكلامها أسروا كملت عارفة اننا عدينا بفترة كبيرة وفترة سلام رهيبة واغلبنا فقط مهارات في القتال لكننا تعلمنا الاساسيات في المدارس الروحية ومش هنستسلم وسنقاتل وسوفه وماوفه ومش عارفه وفي الاخر الناس استعادوا الامل من تاني وعملوا هجوم مضادد الشياطين يا سلام في الناحية التانية زعام الشياطين كان سامع الخطاب الحماسي ده لكنه استهزأ بيها في الاخر خطابك مذهل لكنه ملوش اي فايدة لين سيطرت على كوكبك وخلاص فجأة جيش الشيطان عملاق خارم على محدد الفضاء اللي سروا كابت بث منها يا خبر سرح حاولت تصدر يوم بس فجأة النيازك بدأت تتفجأ وطلع النيجنجي ورا كل ده اوفي الانقاذ في الوقت ده وانج و لين وصلوا لزعام الشياطين خلاص لين قالت للزعيم نفذت جزء من الاتفاق ودلوقتي هدرك عشان تحرر اختي المستشار استخدم قوته وقع عليه على الارض اركح اركح عمام سيدك اي اتهس العوقة و اياك ان تتكلمي تاني بس المفاجئة وانج ما تأثرش بقوة المستشار وفضل واقف مكانه المستشار فضل يحرك ايده اركح ايوها الوقت بس وانج حرك ايده وطير المستشار بعيد لين انصطبت من القوة الاسطورية دي بس زعيم الشياطين ضحك بكل جنون اول مرة قبل شخصي قوي من الاف السنين شكلك الشخص اللي ريتشي مان كان بتكلم عنه وانج استهزأ بيه ما تخاف شا خليك تحصله بسرعة زعيم الشياطين طر في السماء ونزل قدامه ما تسمعني كده بتقول ايه وانج رد عليه رهيب يا صاحبي بس فجأة زعيم الشياطين ضربوا بوكس فجر دماغه بالكابل يا خبر يا اخرك يا صلعو بس الصدمة وانج صد الهجوب بايده زعيم الشياطين مصدوم بس وانج اداله بوكس طيره حرفيا من بر القصر وفي القوة وانج رح وراء بسرعة وزعيم الشياطين اتعصف فشق ازاي بشري ازاي بشري قوي زيك كان مختفي كل المودة دي وانج رد عليه دي لسه مشوفتش اي حاجة كل ده كان مجرد تسخين مش اكتر زعيم الشياطين فقط اعصابه بالكامل ورمى نفسه بعيد وانج طر وراء بسرعة بس زعيم الشياطين غفلوا وداله روسية طيره بعيد وانج حاول يرد الهجوم بس زعيم الشياطين ظهر وراءه وهارم عليه تاني وانج حاول ليه بدعنه بس زعيم الشياطين كان سريع فشق وهارم عليه هجوم مدمر وانج صد الهجوم بالسهولة ومسك قرونه في الاخر يا خبر زعيم الشياطين مصدوم مستحيل هكر هكر وربي هكر بس يوانج لفه زي اشكرت البطاطس ورجعه للقصر مرة تانية في الاخر زعيم الشياطين يتبهد الجامد يا صاحبي اولين ما صدقتش اللي حصل بس يوانج رفع ايده عشان يخلص على زعيم الشياطين صرخ فيه استنى استنى ازاي شخص ضعيف زيك قدر يمتلك كل الطاقة دي على الرغم من اني احتلت حوالي متنية كتير الا اني مقدرتش اصمد قدامك او المسك حتى وانج رد عليه علمنا تعرض للتدمير كذا مرة لكننا قاومنا كل الغزاة ودمرنا جدهم بالكامل اما انت اما انت انت مجرد ضعيف مجرد شخص ضعيف فشل في غزونا وانا هزمك زي اللي قابلك بس زعيم الشياطين صرخ فيه انتم مجرد سحليق بتستخدموا هكر عشان تهزموني فجأة المستشار غفل وانج وظهر وراه يا لهوي المستشار صرخ فيه كل شخص عنده نقطة ضعف وانا رقبتك لفترة طويلة وعرفت ان نقطة ضعفك هي التميمة اللي على رقبتك وانا معرفش التميمة بتعمل ايه بس الصدمة المستشار شل التميمة وزعيم الشياطين السهزة بيه النصر النصر لنا خلاص وعالمكم هيتدمر بالكامل بس الصدمة طاقة وانجة حرارت بالكامل وناسفت زعيم الشياطين وعالمه عالم جده دمرته على الاخر جو المقاتلين شافوا الانفجار العملاق ده وجنود ونيازك الشياطين بدأوا بالاختفاء وفيها الاحداث البشر صرخوا من الفرح لانهم قدروا يهزموا جايش الشياطين اخيرا ومطر غريب نزل في المكان جو لاحظ ان المطر ده علت جراحه بالكامل والمفاجأ المطر كان مليام بالطاقة الروحية ورفع منطقة الارض بالكامل لانا اختها رجعوا للكوكب كوكب الارض بس فجأة وانج ظهر قدامهم لانا قاتلو عارفة عارفة اني خنتك وخنت الانسانية كلها بس على الاقل سيب اختي تعيش في امان لانها ما تعرفش اي حاجة عن اللي حصل وانج رد عليها طلع التليفون اللي بجيبي لانا قاتلو عايزنا اتصل بالشورط يا عاينا عشان توبط عليها ما فيش مشكلة انا رضي بكده وانج قطاع حياة ستة اخد التليفون واتصل لبابويا بصراحة عشان الحاجة ينبل التعويزة وانج دمرت الكوكب ده بالكامل لاني سمعت كلامه فعلا واتصلت بابوه في الاخر بعد فترة من الاحداث دي العالم كرم المعلم جوع على اساس انه هو اللي هزم جيش الشيطين يا سلام في النحية التانية جوز تغرب من اللي حصل في الحرب يعني لان الجيش الشيطان اختفى مرة واحدة وما حدش عارف السبب يتشينش هوا ورد عليهم اي معروفة اي معروفة اكيد هم خافوا مني لما شافوا عضلاتي وانسحوا من المكان بالسرعة وقال له بطل هبالي عم اكيد الشخص الغريب اللي ظهر في نص الحرب هو اللي هزم زعيمهم بس يترى مين الشخص ده صره كانت سمع كل ده وسألت وانج يا ترى اللي حصل معك في عالم الشيطين وانج مردش عليها لانه كان نايم مصلا حرفينا صاحبي العب العبك المفضلة مقبل فلوس واخيرا اخيرا فرصة ذهبية دلوقتي حصلت من شركة زيدليك وزي ما تشايف دي الفلوس اللي بتوصلني يعني الحمد لله يعني مش اقول غير الحمد لله يعني من الشركة الرهيبة دي بص ببساطة دلوقتي ضافوا اكتر من 250 لعبة جديدة 250 لعبة جديدة التطبيق الاسطوري ده بص ببساطة تطبيق زيدليك او منصة زيدليك ودي منصة مشهورة حرفيا وعالمية فيها اكتر من 100 الف لعب مولود حاليا في المنصة بص ببساطة المنصة دلوقتي بتوفلك مسابقات مجانية وفيه مسابقات بفلوس يعني الاتنين يعني ماشي بتدخل فيها تلعب الالعاب المفضلة بالنسبة لك ولا عليك قيود ولا عليك اي حالة في اي وقت من يومك واي مكان انت تختاره معاشي بتفتح اللعبة اللي انت عايزها وبتسجل في المنصة تمام هما بيتابعوا طبعا لعبك وبشوف اللعبك كويس ولا لا وعلى كده بتاخد آآ مبالغ مالية هما بيقدروها يعني من داخل التطبيق فببساطة يعني كل عليك انك تقدر سواء كان عندك كمبيوتر او موبايل تحمل التطبيق ده على الموبايل او تدخل على المنصة من آآ اللينك الموجود تحت معاشي وتاخد خمسمائة عملة هدية لان شريك معهم يا صاحبي طبعا يعني موفلكو هدايك كمان طبعا تخيل فلما تدخل هناك هتختار طبعا اللعبة اللي انت عايزها وبعدين تختار طبعا آآ الوقت اللي هي ناسبك وانت بتلعب اللعبة ماشي وتفتح اللعبة وتلعبها وهما هيتابعوا الاحصائيات بتاعتك وهيدو لك مقابلها فلوس بازن الله وما تخافش الموضوع مضمون 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 لانها شركة موثوقة هتلاقي كل حاجة موجودة في اول كوميتة تح يبقى ادخل بقى وسجل وما تنساش طبعا تتابعني هناك على المنصة لو عايز عمليل بننزل اخبار بشكل يومي على منصة زيد ليك وبس استمتع بالهداية الرهيبة دي وبس كيا يا صاحبي ده كان الجزء الرابع والاخير من الموسم التاني لانمي وانج الصيني ولنا رأيكم تحت في الكومنتات وعايزين نكمل في جزء تات ولا لا ويلا نشوفكم على خير في الهداية الجاية وما تنساش طبعا تستمتع بالهداية الرهيبة اللي سيبتلك في الكومنت Peace out man